الحقيقة ما يشهده السوق في الوقت الراهن هو الحقيقة امتداد لضغط بعض العناصر المختلفة وفي مقدمتها كما هو معروف تراجع أسعار النفط بشكل كبير ما يشهده سوق النفط اليوم من حفاظ على مستويات الانتاج من الدول المصدرة لحفاظ على قيمتها السوقية اليوم شهد حرب أسعار ملحوظة وكتبت عنها تقارير كثيرة هذا الأمر الحقيقة زاد من وطيرة تراجعات النفط وبالتالي انعكس على السوق السعودي باعتبار الاقتصاد اليوم يعتمد بشكل كبير على النفط الأمر الآخر ما تشهده الأسواق العالمية من صدور بعض البيانات الاقتصادية السلبية مثل أمس صدرت مبيعات التجزع الأمريكية وكانت الحقيقة أقل المتوقع بكثير شهدنا تأثيرها على الأسواق الأوروبية تذبذ بحاجة في الأسواق الأمريكية وبالتالي أيضا انعكس على السوق السعودي في وقت الأزمات الحقيقة جميع معظم الأسواق تمشي على وطيرة واحدة ولكن الحدة تختلف وبالتالي هذه الحقيقة أبرز الأمور ومن الصعب اليوم التكهن بوضع السوق حتى نجد هناك استقرار وتماسك لأسعار النفط لأنه اليوم حتى الأفراد صناديق الاستثمارية دائما الرياكشن أو التعامل مع السوق دائما يكون مبني على التوقعات السلبية اليوم كثير من المتعاملين يبنون قراراتهم على توقعات سلبية ما نشهده اليوم من تراجع كبير من الأسعار في النفط قد يؤثر على نوعا ما كما ذكرت بعض التقارير وضع الاقتصاد في 2015 وبالتالي اليوم من الصعب الوضع توقع معين حتى تتوضح الرؤية بشكل جيد تتهدأ الأسعار يعني يصل هدوء معين للأسعار خصوصا بالنسبة لنفط وهو الذي سيحدد ربما بقية المسارة خلينا نتكلم على وضع الشركات السعودية خصوصا بالنسبة لقطاع الإسمند هل جاءت يعني ما جاء مصدر من النتائج هل كان بضمن التوقعات السوق لأنه تقريبا الأغلبية تذهب إلى انقفاض في الأرباح نعم بشكل عام قطاع النفط في الربع الثالث غالبا ما يشهد تراجعات مقارنة بأرباع السنة كاملة وهذه الحقيقة ترجع إلى الطبيعة الموسمية كل عام وما يشهده الربع الثالث من دخول شهر رمضان والإجازات والصيف وعلى الرغم من ذلك كان هناك الحقيقة في العام الماضي نفس الربع الثالث كان هناك تراجع ملحوظ بسبب تصحيح وضع العمالة ولكن الربع الثالث في العام الحالي الحقيقة نوعا ما كان أيضا هناك تراجع أكثر مما حدث في العام الماضي وهذا يرجع إلى أسباب إضافية أخرى من هذه الأسباب الحقيقة هو قرار وزارة العمل في الفترة الماضية بإيقاف أو منع العمل الميداني تحت أشعة الشمس من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر هذا القرار في الوقت السابق الحقيقة لذلك يتأثر دائما الربع الثالث بتأثير من هذا الخبر أو هذا الإجراء لا هو التأثير الرئيسي بسبب العوام الموسمية تراجع عمليات البناء والتشهيد في رمضان أوقات الصيف والإجازات قالبا ما تأتي في الربع الثالث وبتالي يكون هو أقل أقل النتائج من المقارنة مع الأربع الأخرى ما العوام التي تؤثر على النشاط التشغيلي لشركات الإسمنت؟ كان مرت كثير من المراحل فيما يتعلق ساعة يعولون على وضع التصدير أحيانا أيضا يذهبون لانتقاد وضع الوقود فيما يتعلق بمعظم هذه الشركات هل ما تزال هذه الإشكاليات موجودة؟ لا أعتقد وضع الوقود في الوقت الراهن لا يعتبر مشكلة نعم هناك بعض الشركات تعاني من تزويد للوقود في الوقت الراهن ولكن في ظل المعروض الحالي أو المخزون الحالي من الكلينكر الموجود والذي يتعدى 18 مليون طن لا أعتقد أن السوق في الوقت الراهن تحديدا يحتاج إلى وقود إضافي أو إلى خطوط إنتاجية جديدة ولكن الضق دائما في الوقت السابق كان الضق نوعا ما على هوامش الربحية بسبب استيراد الكلينكر والذي معروف أن تكلفته أعلى من تكلفة الإنتاج المحلي وبالتالي مرة نشهد التراجع في هوامش الربحية وفي فترة سابقة الحقيقة يمكن نهاية 2012 بداية 2013 كان هناك الحقيقة فجوة ما بين العرض والطلب هذه أبرز المشاكل التي مر فيها قطاع الاسم من خلال الفترة الماضية نعم أشكرك سيد جاسم جبران محلل في الجزيرة كمثال على أهل هذه المشاركة ترجمة نانسي قنقر